أقرأ إلى الخبر الذي تبعناه منذ قليل تعاقد التموين على 134 طن سكر أبيض وللمزيد من المتابعة نرحب ضيفنا لسيد أحمد كمال مساعد وزير التموين أهلا بك أسيد أحمد أهلا وسهلا بحضرتك وكل السيدة المشاهدين أفن حقيقة أزمة السكر في سوق المصري كيف تراها وأبعدها؟ في البداية طبعا وزارة التموين والتجارة الدخلية في الفترة الأخيرة تدخلت بمنتع القوة للتصدي لهذه الأزمة وتعويض نقص المعروض اللي حصل فيه الأسواق ويمكن ده كان واضح في أكتر من محور المحور الأول احنا رفعنا معدلات دخل السكر فيه منافذ الوزارة المنافذ الخاصة ببقائل التموين وجمعيتي والمجمعات الاستهلكية وبيلعدادهم أكتر من 35 ألف منفذ صفعنا المعدلات إلى أكتر من 7000 طن فيه اليوم بالتزامن مع استمرار السيارات المتنقلة اللي موجودة فيه محافظات الدلتا والصعيد التابعتين الشركة العامة والمصرية دخنا فيهم أو خصص لهم 50 ألف طن سكر بمعدل 200 طن فيه اليوم الأمر التالي تستمرار دخل السكر بين جانب الشركة القبضة للصناعات الاستهلكية للقطاع الخاص وهي نقص بالقطاع الخاص الشركات التعبئة والشركات الصناعية والسلاسل التجارية 12 أكتوبر أعلن معالي الوزير عن ضخم ويقرب من 112 ألف طن سكر في الأسواق بالإضافة إلى التعقدات الخارجية اللي حضرتك مهويت عنها لـ 500 ألف طن سكر تم الانتهاء من 126 ألف طن وفتحة اعتماداتهم المالية بالإضافة إلى تعقد إضافي أيضا هذا الشهر 134 ألف سكر أبيض وهو جاهز للضخ بالأسواق ده سريعا كده شط الإتاحة أو معدلات الضخ والأرقام اللي تم الإعلان عنها من جانب الوزارة الأرقام دي تكفي كم شهر أوسي زحمة؟ احنا عندنا احتياطة سكر فندم يكفي حتى فبراير 2017 أعلن الوزير بالأمس في مؤتمر صحفي مجلس الوزراء إن الاحتياطة من السكر يكفي حتى أربعة أشهر قال احتياطة من اللحوم الحية يكفي أكثر من تسعة أشهر اللحوم المجمدة أكثر من خمسة أشهر الدواجن المجمدة عشرة شهور القمح أربعة شهور ونص السكر أربعة شهور الزيت ستة أشهر وبننفذ أيضا خطة الحكومة العجلة في مجال توفير السلع الأساسية لمدة ستة أشهر بهدف تلبية الاحتياجات المحلية وتراكم أيضا احتياطات استراتيجية المتقبلية في هذه السلع الأساسية لكن ابقى سوال إيه حقيقة الأزمة إيه اللي أوجدها؟ الأزمة كان لها أكثر من سبب ويمكن يمكن التلات أسباب اللي أقولهم لحضرتك مجتمعة هي قدت إلى نشوب الأزمة ونقص المعروض أولا أسعار السكر العالمية ارتفعت بشكل كبير جدا وبالتالي انخفض معدل الإنتاج العالمي من السكر فأحجب القطاع الخاص عن التوريد نظر الارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم على توفير الاعتمادات المالية اللازمة أو الدولار الأمر الثاني شعور المواطن وقت الأزمات فيه يعني أكثر من مظهر للأزمة فبالتالي بيتجر سلوكه نحو التكالب على شراء السلعة وتخزينها بهدف أخذ احتياجاته وأيضا يفوق احتياجاته في بعض الأحيان الأمر الثالث بتحدث بعض التجاوزات من جانب التجار سواء كان التهريب السلعة أو منع تداولها أو حجبها بهدف طبعا تعطيش الأسواق وزيادة أسعارها غير المبررة وبالتالي الدولة ممثلة وزارة التممين وأجهزتها الرقبية والتنفيذية تصدت لهذه الممارسات غير المشروع أو الممارسات الضرة وأيضا أعلن الوزير بالأمس واليوم أثناء اجتماعه مع قيادات الوزارة التنفيذيين والرقبيين أن سيتم المرور الدوري على المجمعات الاشتراكية وكافة منافذ الوزارة بهدف التأكد والإطمئنان على توفر السلع بالكميات وبالأسعار المعلن عنها ومنع تلاعب بالأسعار والحد من الاحتكار لكن وزارة التممينة أو الدولة أو الحكومة ما عندهاش هي مصانع خاصة بها أو تابعة لها إحنا عندنا شركة السكر والصناعات التكاملية وهي شركة قطاع أعمال عام تابعة للدولة تابعة للشركة القبضة للصناعات الغذائية إحنا حضرتك استهلاك مصر من السكر بيصل إلى ما يقرب 3.200.000 طن إحنا بننتج في مصر 2.400.000 طن الفجوة بتصل في حدود 800.000 طن ويتم استراضها من الخارج لكن الدولة أو الحكومة أو وزارة التممين لم تكن مسؤولة عن توفير السكر للقطاع الخاص لما حدثت الأزمة تم تقسيس ما يقرب من 100.000 طن شهريا للسفلاسل التجارية والشركات الصناعية والشركات التعبئة بهدف زيادة المعروض وتكسيف الضخ من هذه السلع الاستراتيجية لأن نقص المعروض بالتزامن مع ارتفاع الطلب أدى أيضا إلى وجود هذه الأزمة لكن أنا بطمن حضرتك أن الاحتياطات تكفي حتى فبراير 2017 وأن الأزمة شهدت انفراجة كبيرة عظيم بس أسعاره برضو بترتفع أستاذ أحمد وعشان برضو نضبط موضوع الأسعار أصدر بالأمس معالي الوزير قرار أن بيع السكر الحر في مجمعات الوزارة أو منافذ الوزارة البيع الحر الكيلو ب6 جنيه لكن التموين أو السكر على بطاقات التموين هو أيضا ب5 جنيه كما هو لم يرتفع سعره والمستفيدين من التموين دول عددهم كبير جدا أكتر من 70 مليون مواطن بيستخدموا 20 مليون بطاق التموين ودول أسعارهم لمساس بهذا السكر هو 5 جنيه على بطاقات التموين لكن السعر الحر في منافذنا هو 6 جنيه والسيارات المتنقلة 6 جنيه أيضا لكن أنا فهمت من حضرتك قلت لي في سياق كلامك أن القطاع الخاص أحجم عن التوريد أحجم عن التوريد ارتباطات أو تعاقدات مع وزارة التموين؟ لا يا فندم هو في حصة المفترض أن القطاع الخاص بضخها في الأسواق القطاع الخاص يعني السوق ده الشركات الصناعية وشركات التعبئة جزء كبير من احتياجاتهم بيتدبرها القطاع الخاص لما ارتفع أفعار السكر عالميا يعني وصل إلى الطن الأكتر من 570 دولار كان بيصل إلى 270 وبالتالي ما عندهمش القدرة على تدبير السكر بهذه الأسعار وبالتالي تدخلت الدولة واستوردت هي وضخط فيه القطاع الخاص يمكن أعلن معالي الوزير بالأمس أن الدولة تحملت يعني من 80 إلى 85 قرش فرق دعم في كل كيلو سكر بيه اتبيعه ولكن هنا مهمة الدولة الأساسية تدخل وقت الأزمات في شق الإتاحة وشق الرقابة الإجراءات الحركة أشارت إليها قد تبدو أو هي بالفعل يعني مناسبة لإحتواء الأزمة لكن على المدى البعيد هل تعتقد أن احنا محتاجين مصنع تاني لجنب المصنع التارع للوزارة؟ على المدى البعيد احنا مش محتاجين أن احنا يكون عندنا هاجز أن فيه أزمة لأن الاحتياطيات الموجودة في الوقت الحالي تكفي حتى موسم الحصاد القادم اللي هو فبراير 2017 حضرتك مشكورا قلت أن المصنع بينتج أقل من احتياجها لا يا فإنتاج مصر عموما أقل من الاستهلاك أقل من الاستهلاك يعني احنا بننتج 2.400.000 طن احنا بنستهلك في مصر سنويا 3.200.000 طن ففيه فجوة تقدر بـ 800.000 طن من 600.000 طن دي اللي احنا بنستوردها كدولة ده سؤالنا بسأل للحضرات هل الأفضل إنشاء مصانع جديدة أو مصنع جديد يكون تابعة للدولة لتأمين احتياجاتها أو أي أزمة ممكن تحصل الأفضل أن احنا نزود عدد المصانع بتاعتنا وطاقتنا في التكرير وفي التعبئة لكن أيضا زيادة المساحة المنزرعة من القصب يعني كل الإنتاج اللي بيحصل في مصر احنا بناخده من خلال شركة السكر وبنضخه فيه التموين يعني احتياجات التموين 120.000 طن دي مؤمنة من جانب شركة السكر لكن بالنسبة للقطاع الخاص مازال جزء برضو بتعتمد الدولة فيه على الاستيراد وده متكرر سواء في السكر أو في الزين أو في الأورز ولكن ورضا من المخطط أن احنا نعتمد جزء جير على مصانعنا وعلى إنتاجنا المحلي حتى يؤلل من الضغط على العملة الأجنبية أيضا الوزارة تعقدت على 134 طن ولا 134 ألف طن؟ لا يا فندم تعقدت على 134 ألف طن سكر أبيض جاهز للضخ فيه الأسواق بالإضافة للتعاقد 500 ألف طن سكر خام تم الانتهاء من إجراءات وخطح اعتمادات المستندية لما يقرب من 126 ألف طن من 500 ألف طن عشان بس حرجة تصحح لنا الخبر احنا قلنا 134 طن هو الصح 134 ألف طن أشكرك شكرا جزيلا لأستاذ أحمد كمال معاون وزير التموين شكرا جزيلا لك